النهاردة بقى لما تيجي تشوف كيف كان الاستقبال الرائع والحافل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهوريتنا جمهورية مصر العربية النهاردة في أسر الاتحادية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطان عمان وطبعا أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي كما يجب طيب فخامة الرئيس رحب خلال المباحثات والمناقشات بشقيق السلطان هيثم بن طارق وأعرب عن كونه ضيفا مكرما على مصر طبعا أعرب عن أطيب التمانيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية عمان 2040 وأشاد في الإطار ده بالعلاقة الودية التاريخية اللي بتربط ما بين مصر وسلطانة عمان والتي تشكلت عبر عقود طويلة ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صف واحد ضد الأزمات والتحديات مع تأكيد حرص مصر على أنه إحنا هنلازم نرتقي بهذه العلاقة شديدة التمييز ما بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين المصري والعماني الشعبين الشقيقين والأمة العربية على امتدادها من ناحيته أشاد السلطان هيثم بن طارق بتمييز العلاقة المصرية العمانية أواصر المواد ده والأخوة اللي بتجمع ما بين الشعبين الشقيقين عبر هذا الطريق التاريخ الطويل وأكد حرص عمان أيضا على تعزيز أطر التعاون المختلفة والقائمة ما بين البلدين بل وفتح مزيد من الآفاق الجديدة للتعاون السنائي ما بينهم في كل المجالات خلال الفترة الجاية ليه؟ علشان نقدر نبني على النتائج الإيجابية اللي قدرنا نحققها في هذا الصدد خلال زيارة الرئيس إلى مصقة إن كنتم تتذكرون في يونيو عشرين اتنين وعشرين خصوصا في مواصلة التشاور والتنصيق ما بين الجانبين المصري والعماني حول الكثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا في ضوء ما تمثله مصر من عمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية وعنصر أساسي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة طيب فعلا نشوف يعني أو نفهم أهمية هذه الزيارة هذا التوقيت للزيارة فورا بعد انتهاء وقاع القمة العربية في جدة يوم الجمعة أول امبرحة